طبعا كان أولى أن العدرة ما تموتش وتصعد للسماء حية زائلية وأخنوخ لكن هكذا تبقى فرصة للهراطقة أن هم يشككوا في إنسانية العدرة أنها مش إنسان أنها ملاك ظهر عشان يتمم التجسد لله ظهر في شكل أمرأة حبلت وولدت وقعدين ملاك ترحل السمتان وكان في الحالة ده يبقى المسيح مش ابن بشر ده ابن ملاك ويبقى غريب عن جنسنا لو أن هذا تلعى واحد من نوع اللي هو ليهم أفكار خاصة ويقولك أن إلي كان ملاك ملاك إحنا يعني هيضرنا في إيه أخنوخ ما كانش إنسان ده كان ملاك مش هيضرنا في حاجة لكن لو حد قال إن عدرة مش إنسان وإن هي ملاك تجسد شكل أمرأة عشان المسيح يتجسد منها لأنه منزة ما يرتبطش بالبشر تضر قضية خلاصة لذلك شاء الله القدير إن العدرة مريم تموت عشان يأكد على إنسانية زينا بالظبط وإن يأتي الدفن في القبر وإن فترة ما هي في القبر إذا كان ثلاثة أيام لم جسدها لم يعين فسادا طبعا لأنها أم الله إذا كان فيه قدسين زي أنباب شوي جسده لم يرى فساده كان يكون جسد العدرة بس كمان من أجل قرامتها كأم الله بعت ربنا الملائكة ويجيب نفسه شاء له الجسد وده في مكان يعلمه الله وحده في السماء إحنا عندنا بس ثلاث أنواع ناس بتموت وتتعفن ناس صعدوا للسماء زي إليا وأخنوخ والسيد المسيح بس مات وقام وصعد للسماء فالعدرة هي زي البشر العاديين ولا زي إليا والأخنوخ ولا زي المسيح في نوع الرابع أنها ماتت وحملت ميتة إلى السماء صحيح السؤال الثاني سنة كان بيقول ليه أربعين يوم رقم أربعين فعلا معك حق أنهم تقرر كتير موسى صم أربعين يوم إليه أربعين يوم وموسى عشر أربعين سنة في مصر أربعين سنة في البرية أربعين سنة في يقود الشعب السيد المسيح صم أربعين يوم وبين القيامة والسعود أربعين يوم وهكذا صحيح يقولوا أربعين ده رقم مقدس لأنه حصل درب أربعة في عشرة عشرة دائما تفكرنا بكلمة الله لعشر كلمات بتوع الوصايا ورقم أربع يمثل أقطار الأرض شرقي وغرب وبحري وإبل فأربعين يتمثل العبادة المنظمة اللي هي عشر كلمات بتوع ربنا في كل أقطار الأرض ورقم عشرة في اليوناني في الإبتي هو حرف اليوطة اللي هو أول حرف في اسم إيسوس يسوع في التسبحة نقول أن العشر كلمات اللي كتبهم الله على وحي العهد سبقت أن دلتنا على اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح اللي هو اليوطة إذ ربي بقى في عشرة معناها اسم المسيح ينتشر في أقطار الأرض أقطار الكرة الأرضية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا إذن يبقى احنا كده وصلنا الرقم أربعين ده من المساء